نرجع تاني للأصل والله ما ببالغ والله لهولو دمه مبالغة لو إمام عشور في حالته لو أفشى في حالته لو حسين الشحات في حالته لو كهربا في حالته لو بيرسيتاو في حالته لو محمد الشناو في حالته لو محمد هاني في حالته لو علي معلول في حالته مفيش فرقة تقف قدام الأهلي في هذه البطولة إلا منشستر سيتي والله ما مبلغة بس مهم ان كل دول يبقى في حالته واخرين طبعا كل دول لو في حالتهم الاهلي فريقي خوف وعنده نقاط قوة كثيرة جدا واكيد عنده نقاط ضعف زي ايه فريقي في الدنيا ان شاء الله بإذن الله يوم الجمعة وهتقول كريم قال النادي الاهلي هيظهر وجهه الحقيقة اللي ما ظهرش هذا الموسم ولا مر ولا مر بس احنا هنشوف الاهلي تصوري يوم الجمعة نسخة الموسم الماضي اللي هو كان من كم شهر يعني مش من زمان يعني نسخة الموسم الماضي اتصور قدام للتحاد هتشوفوا نسخة رائعة جدا هتشوفوا كرة عالمية هتشوفوا كرة عظيمة جدا هتطلعوا من المباراة دي تقولوا يا سلام على مرس الكولر ويا سلام على امام عشور ويا سلام على كهرباء ويا سلام على حسين الشحات ويا سلام على برس تاو علي معلول واكيد يا محمد أشن ناوي هتقولوا الكلام ده تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا بذن الله دي مبارا سهلة على طول كيف سهلة؟ ما يحتاج كم؟ أربعة خمسة ما يحتاج لا إله إلا الله وبعدها تروح للمين؟ روح للمهل المصري إلا إشتوضحك؟ المصري خوف الله تخاف من الأهل المصري؟ المصريين نعم أنت خائف من جمهورهم ولا من الفني جمهورهم وفليقهم وكل حاجة بيقولك الأهل يخوف الأهل يخوف ده مشجع من الاتحاد هم جميع الاتحاد تخاف من الأهل الأهل هو التاريخ هو الاسم الكبير ليس تقليلا أبدا من الاتحاد جدا فريق محترم وفريق رائع ولو أيضا تاريخ عظيم بس ده النادي الأهل لما نتحدث عن المنطقة العربية وطبعا القرى الأفريقية من هو الفريق الأول فيها لازم يكون الأهل والله ما بنقول كده عشان إحنا مصريين ونفرح بالنادي الأهل بتاعنا لأ عشان ده التاريخ دي الأرقام دي البطولات دي الإنجازات يعني يوم ما تزعل أو تدائم من الكلمتين دول تقولي يا عم أنت بتبارغ عشان خطي الأهل من مصر وفأنت بتقولي الكلمتين دول تفرح بفريقك والله أبداً تاريخ لو تاريخ التحاد جدة أكبر من تاريخ النادي الأهل هنقول والله بس التحاد جدة يتفوق في الأرقام والتاريخ والبطولات على النادي الأهل بس النادي الأهل يتفوق على أي نادي في المنطقة العربية وفي القرى الأفريقية ده شيء واضح لكل الناس عشان كده الكل يعمل حساب النادي الأهلي والجملة بتاعت إنه الأهل يتخاف منه ما يتخافش عليه دي جملة 100% صحيحة 100% ونقولهاش بمبلغة بنقولها بالمنطقة ببساطة شديدة